اشتركوا في القناة لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين ما خاب من تمسك فيكم وأمنا من لجاها إليكم يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما لبيت الله إجلالا إجلالا سعينا لبيت الله إجلالا سعينا نسائل كيف نمحو ما جنينا لم نتوفى لحج بيت الله الحرام ولكن قلوبنا هناك عند بيت الله إجلالا سعينا نسائل كيف نمحو ما جنينا فقالت كعبة المولى إلينا فقالت كعبة المولى إلينا إذا شئت النجاة فزوز إذا شئت النجاة فزوز حسين حسين ودى أن تلقى الإله قرير عينه إذا علم الملائك منك عزم ترم مزاره ترم مزاره كتبك رسما إذا علم الملائك منك عزما ترم مزاره ترم مزاره كتبك رسما وحرمته جحيم عليك حتما فإن النار ليس تمث جحيم اسم عليه غضار زواري الحسيني يا حسين كلنا نعتني لك فلنزور يا حسين كلنا نعتني لك فلنزور بس ما نوصلكم وننظر بهيش الكبور ندخل الحاير بنحنين ونطم لصدور ندخل الحاير بنحنين ونطم لصدور يا زاير بريح حسين ملغ عال نيرساله اقف بيض ضريح وصيح وهل الدميع هماله اقف بيض ضريح وصيح وهل الدميع هماله وقلنا صدوق يا ابن النبي صدرك داس الشمير بنحنين حسين 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 سمعني صرخاتك صرخات محرم هذه حسين 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 ما اسمع حسين 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 يا راس جسمك دافنينا يلي بني يا راس جسمك دافنينا ويلي بحوافر نع وجهي يمرض ضينا يا حسين 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 صدرها وطفل طفل بلي يا راس مدفون بكترها وذيك الجنازة تصيح من عظمة نحرها هذا على صدري قفلي المذبوح ناير لكننا الأمر والمرجع لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد بسم الله الرحمن الرحيم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون آمنا بالله صدق الله العلي العظيم صلوا على محمد وآل محمد يستدل العلماء من خلال هذه الآية على إمامة الإمام علي صلوات الله وسلامه عليه فيقول إن هذه الآية هي من أقوى الدلائل ومن أقوى البراهيم على إمامة الإمام علي أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه وقالوا إن هذه الآية نص واضح وجلي في إمامة الإمام علي عليه السلام وفي ولاية إنما وليكم الله ورسوله والذين آمن الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون حادثة معروفة كل يعرفها حينما دخل ذلك الرجل إلى المسجد كان فقيرا يريد أحد أن يعطيه شيئا فما أعطاب أحد إلا علي وكان علي في حال الركوع فتصدق علي صلوات الله وسلام عليه بخاتر أعداء أمير المؤمنين يحاولوا بكل أسلوب أن يبعدوها عن علي صلوات الله وسلامه عليه حقد على أمير المؤمنين فمن ضمن الشبهات التي وضعوها حول هذه الآية المباركة قالوا لو كانت هذه الآية نازلة في علي لو كانت هذه الآية نازلة في علي لكان الله سبحانه وتعالى لم يذكرها في هذا السياق ليش؟ يقول لأن الله سبحانه وتعالى ذكرها في سياق هذا السياق لا يتناسب لأن تكون إمامة علي بن أبي طال في هذا المكان قل له كيف؟ قال سياق الآية ما يناسب قل له شنو سياق الآيات؟ قال سياق الآيات كان الله سبحانه وتعالى يتحدث عن قبيلتين قبيلة بني قينقاع وهي قبيلة يهودية وقبيلة بني عوف هاتين القبيلتين عاشا في المدينة وأكو بينهم حنف يعني بينهم اتفاق بين قبيلة بني عوف وبين قبيلة بني قينقاع بينهم اتفاق قينقاع يهود شنو هالاتفاق اللي بينهم؟ بينهم اتفاق إذا جاءت قبيلة من الخارج واعتدت على قبيلة مثلا بني عوف فإن قبيلة بني قينقاع تساعده وبالعكس إذا جاءت قبيلة من الخارج تهاجم قبيلة بني قينقاع فإن قبيلة بني عوف تساعده بينهم حنف كانوا ساروا على هذا الحنف سني ولما جاء الإسلام وجاء رسول الله صلى الله عليه وآله إلى المدينة النبي صار عدم كان النبي صلى الله عليه وآله إلى المدينة جاء إلى قبيلة بني عوف قبيلة بني قينقاع اليهود بعضهم أراد أن يشن الغارات على رسول الله فماذا صنعوا؟ خططوا قبيلة بني قينقاع تربص والقتل لرسول الله صلى الله عليه وآله خططوا قبيلة بني قينقاع أذية النبي صلى الله عليه وآله والتخلص منه وقتل هذا الهدف عند قبيلة بني قينقاع النبي الآن جالس بإن عند قبيلة بني عوف النبي صلى الله عليه وآله هجم على قبيلة بني قينقاع الآن قبيلة بني عوف بين قبيلة بني قينقاع بينهم ألف الآن النبي هو الذي هجم على قبيلة بني قينقاع هل يذهبوا مع رسول الله صلى الله عليه وآله أم أنهم يجلسوا ومقالوا هم يدافعوا عن نفسهم بني قينقاع وبني عوف يدافعوا عن أنفسهم شلون الآن النبي صلى الله عليه وقالوا هو الذي هجم على قبيلة بني قينقاع شي سووا قبيلة بني عوف فاختلفت قبيلة بني عوف إلى قسمين الروح لما نروح نهاجم مع النبي لما نهاجم قسم يقول نحن مع رسول الله نحن مع رسول الله وقسم آخر قال لا بيننا بين اليهود اتفاق فنحن لا نستطيع الآن نهجم على قبيلة بني قينقار اللي اختلف عن النبي صلى الله عليه وآله هو عبد الله بن عبيد عبد الله بن عبيد قال لا انا ما اهاجم قبيلة بني قينقار عباد ابن الصامت قال لا نحن مع رسول الله صلى الله عليه وآله هذه الحادثة هي السياق للآيات كان سياق الآيات هكذا بعد ذلك في وسط الآيات قال الله سبحانه وتعالى إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون إذن سياق الآيات عرفنا أكو مشكلة حدثت النبي صلى الله عليه وآله هجم على قبيلة بني قينقار اختلفت قبيلة بني عوف هل يذهب مع رسول الله أم لا هذا هو سياق الآيات بعد ذلك قال الله سبحانه وتعالى إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون لذلك قالت بعض هذه لا تتعني عليها بسبب سياق الآيات ما هو الجو إذا جاء إلينا أحدهم وقال بسبب سياق الآيات هذه الآية لا تركب مع علي صلى الله عليه وسلم نقول لم يخالي نجي إلى علماء علماءنا عندهم أولا حجة السياق لا يوجد حجة في سياق الآيات القرآن الكريم عند علماءنا هكذا ليش؟ قالوا علماءنا لما نتأمل في الآيات القرآن الكريم نجد أن بعض الآيات هي آيات مكية وبعض الآيات هي آيات مدنية بعض السور نزلت في مكة بعض السور نزلت في المدينة بعض الآيات آية مكية بعدها مدنية فقالوا حجة سياق الآيات هي ليست حجة إذا قال أحد سياق الآيات يقول للعلماء ليس حجة ليش؟ أنت أقرأ في الآيات القرآن الكريم لما الله سبحانه وتعالى يقول حرمت عليكم الميتة شوف نفس الآية حرمت عليكم الميتة ولحموا الخلزية ويعدت الله سبحانه وتعالى الأشياء المحرمة في نفس الآية إلى أن يقول اليوم أكملت لكم دينكم ما هي العلاقة بين أكملت لكم دينكم بين حرمت عليكم الميتة لا يوجد ربط بينهم هج إلى آيات أخرى يوسف أعرض عن هذا واستغفري لهم يتحدث مع رجل يغير إلى إمرأة وقلن في بيوتكون يتحدث مع نساء النبي صلى الله عليه وآله وما يتلى في بيوتكون وإذا آية في وسط الآيات يقول لهم إن كنتن تردنا حياة الدنيا وزينتها فتعالين ومتعكنا وأسرحكم إلا آية يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت شالها من نساء النبي وحطها في أهل البيت لما يجي واحد يقول لهم إلا هذه نساء النبي يقول لهم عمي تأمل في آيات القرآن الله قال في كذا موضوع من سورة الأحزاب وقرن في بيوتكون وإذا أنت عربي أعرف مع معنى بيوت الله لم يقل بيت الله قال كم بيت بيوت وقرن يا نساء النبي في بيوتكون عندهم تسع بيوت كل واحدة من نساء النبي في بيت قال لهم وقرن في بيوتكون وما يتلى في بيوتكون لما وصل آية التطيير قال بيوتكم قال إنما يريد الله يذهب عنكم الرجس أهل البيت واحد ما قال بيوت إذن هنا لما يقول أحد سياق الآيات يقولنا سياق الآيات ليس حج سياق الآيات ليس حج طيب هذه عندنا قاعدة عند علماءنا انجي نقول فرضا جدلا قلنا فرضا جدلا أن سياق الآيات حج انجي إحنا إلى القرآن الكريم علشان تصير الصورة أوضح أكثر وأكثر انجي إلى هذه الصورة التي ذكر الله سبحانه وتعالى فيها آية إنما وليكم الله ورسوله انجي نشوف الآيات اللي قبلها من سورة المائلة أول ما ذكر الحادثة قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمن يخاطب في المؤمن يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض يخاطب من الآن يقول هؤلاء الذين لما اشتدن النبي صلى الله عليه وآله هجم على قبيلة بينيقين قاع عبدالله بن أبيش سوى قال لا نحن مع اليهود والأسلام على رسول الله فالله قاعد يقول يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم عبدالله بن أبيد يتولى اليهود فهو منهم طيب جاء إلى الآية البعدها قال فترى الذين في قلوبهم مرض يعني منه عبدالله بن أبيد فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهن يقولون نقشاء تصيبنا دائرا لا يكلم عبدالله بن أبيد بعدين الآية البعدها ماذا يقول؟ ويقول الذين آمنوا منهم عبادة المصامد ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانه إنهم لمنكم يجي إلى الآية البعدها يا أيها الذين آمنوا من يبتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون اجي الآية البعدها إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا أنت الآن لاحظت أن هذه الآيات كل آية تتكلم في موضوع واحد هذه الآيات اللي ذكرناها آية أولا قال لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء يعني شنو لا تركنوا إلى اليهود لا تأتوا إلى اليهود لا تركنوا إلى اليهود هذه أول آية الآية الثانية قال فترى الذين في قلوبهم مرض يذهبون إلى اليهود أول شيء حذر الله سبحانه وتعالى عدم الركون إلى اليهود هذا واحد اثنين ذكر عبد الله بن أبي أنه ركن إلى اليهود ثلاثة ماذا قال ويقول والذين آمنوا أهاؤلاء يعني ذكر عبادة ابن الصامت تشوف كل آية لها معنى أول شيء قال لا تتولوا إلى اليهود بعدين قال أنه عبد الله بن أبي تولى مع اليهود بعد ذلك قال وحذر يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه تكلم عن الركون إلى اليهود تكلم عن الارتداد من الدين ما هي العلاقة بينهم إذن ما فيه حجة سياق الآيات تكلم عن الركون إلى اليهود واحد تكلم عن الارتداد من الدين وبعدين قال إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا قالوا علماؤنا فرضا هنا الجواب لو فرضنا حجية السياق سياق الآيات قالوا ما معنى السياق السياق ينقسم إلى قسمين القسم الأول سياق قرينة خاصة والقسم الثاني سياق قرينة عامة قالوا لا يوجد سياق في القرينة الخاصة بل يوجد سياق في القرينة العامة وضحوا لينا شنو هالمصطلحات هذي قالوا ما يخال قالوا الليلة مثلا خطيب معين ركت صعد المنبر تحدث عن الإمام الحسين الإمام الحسين بحر حسين مو شيء واحد أشياء متعددة خصال متعددة في الحسين كلما تحدثت عن الحسين حفظت شيئا وضابت عنك أشياء هذا الخطيب مثلا تحدث عن الزهد في الحسين وتحدث عن التقل وتحدث عن الشجاح وتحدث عن المروعة وتحدث عن الإباء هذه العناوين الخمسة هل بينها اشتراك؟ هل بين الزهد والشجاعة والمروعة والإباء هل بينها قرينة خاصة؟ قالوا لا لأن هذا موضوع الزهد وهذا موضوع آخر موضوع الشجاعة موضوع غير عنه موضوع الآخر ولكن قالوا كل هالعناوين هذي فيها قرينة عامة كيف؟ القرينة العامة الزهد والتقوى والإباء والشجاعة شنه القرينة؟ شنه اللي يجمعهم؟ يجمعهم واحد هو الحسين ولكن هذه المعاني فيما بينها ما في تداقل قرينة خاصة لا يوجد يوجد قرينة عامة وهو الإمام الحسين صلواته الله وسلامه عليه قالوا أيضا في هذه الآيات الأحيات توجد قرينة عامة شنها القرينة العامة؟ وأولم تامل في الآيات يا أيها الذين عامنوا لا تعتقدوا اليهود والناصارا طيب يا ربي أنت ما تريدني اتخذ اليهود والناصارا أولياء قال أولى يا رب تريد مني اعتخذ من وليا لي؟ إن ترجل ما اخذ اليهود والناصارا أولياء من هم الذين تريدهم أن يكونوا لي أولياء قال الله أنا أعطيك الجواب اليهود والنصار ما عليك منهم لا تتولاهم أنا أعطيك من تتولد من إنما وليكم الله هذا هو ورسول والذين آمن الذين يقيمون الصلاة ويبتون الزكاة وهم إذن هنا قرين عام يقول يمن لا تركنوا إلى اليهود إذن نركن إلى من نأتي إلى من نبتعد عن اليهود نأتي إلى من إلى علي إذن هنا توجد قرين عام بعد الله سبحانه وتعالى قال إلى الناس كونوا مع الله كونوا مع الرسول ومع علي يجيك الجواب من الإمام الصادق قال الله سبحانه وتعالى لم يقل والذي آمن الذي يقيم الصلاة قالوا والذين آمنوا شنو تريد مولاي ماذا تعني أيها الصادق قال كل من بلغ مبلغ الإمام من أهل البيت فقد أقام الصلاة وآت الزكاة وأوراكه لذلك أنت تقرأ في زيارة الحسين أشهد أنك أقنت الصلاة وآتيت الزكاة كل شيء أمرهم الله نفعه مو بالصلاة أهل البيت عبادة فوق عبادة عبادة فوق عبادة بتشوفوا الصلاة ويزكي وهو في صلاة أمرهم الله بكل شيء وابتثلوا إلى عواضعه حسين صلي يصلي الحسين حسين صد يصوم الحسين انتثال أمر الله حسين صلي يصلي حسين صل يصوم حسين حج يحج حسين حل من أحرامك يحل حسين من أحرام شوف امتثال لأمر الله امتثال لأمر الله مثلوا العبودية على وجه الأرض هم أولياء الله مثل هالليلة انت تسمع الحجيد حجاج بيت الله الحرام ماذا يقوله لبيك اللهم لبيك اسألك سؤال الليلة الحسين شي يقول يقول لبيك اللهم لبيك عند تلبي أخرك ولبيك يا ربي من جوارك أنا مطرور لبيك يا ربي من جوارك أنا مطرور لبيك تذبح عزوتي وأنا أغضى المفرور لبيك خلي من العطش تخلص أنفاسي لبيك خلي من العطش تخلص أنفاسي لبيك خلي على الرمح يرتفع راسي لبيك خلي على الرمح يرتفع راسي لبيك خلي على الترب يا رب قاسي لبيك أنا خايف وكل الناس مأمونة الحسين ما ينساك لبيك كان بذبحتي تسلم الشيعة لبيك كان بذبحتي تسلم الشيعة خلهم يذبحوني ويسلبوني الوديعة وإنشان ترضى بذبحة حسين ورضيعة لبيك أنا خايف وكل الناس مأمونة سامحني على هالبيك لبيك دهك دهك بيحز نحري لبيك خلي الأعواج يدوس صدري لبيك خلي الأعواج يدوس صدري لبيك كان مكربة لمحظور لبيك خلي الأعواج يدوس صدري ولي ولي يا ولي حل الحسين من إحرامه متوجه إلى كربلاء يقول أحدهم صرت أنظر أمعن النظر وإذا بي أرشار وجهه كفلقة القمار خرج ومعه إمرأة سألت من هذا كي لدي هذا القاسم وأمه رملا جاء وأركبها على المحامل وإذا بشاف آخر وجهه وجه رسول الله خرج بيده إمرأة أصعدها على المحامل سألت من هذا قيل لهذا علي الأكبر وأمه ليلة يقول بعد تلك اللحظات وإذا بي أرى جميع الشفان وجميع الهواشم اجتمعوا عند مكان وخرجت إمرأة لم أنظر إليها يتقدمهم قمار جاء وأصعدها على المحامل سألت من هذا هل هو أمر هام عنده قالوا هذا العباس وبيده أخته زينب أجركم الله جاء عبد الله بن جعفار زوج الحورة زينب جاء زوج الحورة زينب جاء زوج الحورة زينب صار الحديث بينه وبين زينب جاء الوديع وداعة الله سافر بخدمة حسين فراكم والله شعب قلبي شبيدي على البعيد عايفة وطانة وحجة شايل بقامة وهلاء نشدت وقال لي أنا حجي بوادي كربلة وانت يا بنت المتولة بخدرة واندلله ع السراب المر واركوب بالجمل ما تقدرين رفع صوتها بالعوين صاح ودموعها تصور سامحين وداعت الله وانشعب من القرور نادي تمسى محي ابن عمي ترى فراقك صعوب لكن مفارق الروح أهوان من مفارق حسين لكن مفارق الروح أهوان من مفارق مقدار على فراق خي وان ما حطوا نزال مقدار على فراق خي وان ما حطوا نزال أنا راضية بقطع الفياف وياه واركوب الهزن أنا راضية بقطع الفياف وياه واركوب الجمل واطلب من الله يسلم ويرتفع به الشمال هل ما عز عكب أخوي حسين تحصل لي مني جاء إلى الحسين قال له أبا عبد الله إنما جئنا نحج بحجك ونطوف بقوافك وين رايح يا حسين وإذا بالجواب ويا الحسين وها السنة عيدي وحجي تعين بأرض الطفور وياه هالسنة عيدي وحجي تعين بأرض الطفور أرض ما أحبها الصنادي يدلي من حالي يوقع صوتك هذا جسم مقطع عينة وذاك مقبوع تشوفه هذا ما يحظى بساعة بين عرس وذف لو تشوف شلون هروين من يناديني الشباب أبتدهي بالتلبية والنوح ما بين الأطنى صاب صاب المشرحة وانظر قمر عدنان غاء ونبصوا في المعركة للولد ورفع جثت ودي حجي غير ودي وشهر غير الشهار ودي حجي غير ودي وشهر غير الشهار كلها المناسك تنقضي يوم عاشور الظهور كلها المناسك تنقضي يوم عاشور الظهور أظل مرمع للفر يصعد على صدره